في إطار ترسيخ وبناء علاقة الشركات والتكامل بين المؤسسات والهيئات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات الفنية وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والجامعة الألمانية الأردنية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدراسات والتدريب وبموجب هذه المذكرة سيقوم الطرفين بتوثيق وتطوير التعاون في مجال الدراسات البحثية والعلوم الاقتصادية والمالية ومجالات تقديم البرامج التدريبية طبعا تأتي هذه المذكرة التفاهم استكمالا لجهد الضمان الاجتماعي في التواصل مع جميع الشركاء خصوصا المؤسسات الأكاديمية تم توقيع هذه الاتفاقية لعدة أسباب من أهمها الاستفادة من خبرات الجامعة الألمانية الأردنية في مجالات التدريب حيث سيتم استعداد برنامج تدريبي بعنوان ضابط ارتباط معتمد للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سيتم تقديمه للشركات فالشركات المهتمة تكون عندها معرفة في إجراءات ومعاملات الضمان الاجتماعي ممكن الموظفين في هذه الشركات يحصلوا عليه الشهادة ويصير عندهم معرفة تامة بالإجراءات المرتبطة بعمل الضمان الاجتماعي مما يسهل تعامل ما بين الشركات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أيضا هناك بعض آخر متعلق بالتدريب بالبحث العلمي بحيث أنه سيتم توجيه طلاب في الجامعة الألمانية الأردنية الذين سيعملون أبحاث علمية على مواضيع إلى علاقة في الضمان الاجتماعي على مستوى الخدمات المقدمة على الوضع الاقتصادي في المملكة وأيضا المواضيع الأخرى اللي ممكن الضمان الاجتماعي يستفيد منها في النهاية هذه الاتفاقية ستعود بالفائدة على الطرفين الضمان الاجتماعي والجامعة الألمانية حيث أن الجامعة سيصبح ربط مع المؤسسات التي تعمل في الميدان فهناك ربط ما بين الأكاديمية والواقع العملي وأيضا الضمان سيستفيد من خبرة الجامعة في الأبحاث العلمية وفي مجالات التدريب الجامعة الألمانية الأردنية جامعة فتية أساسة سنة 2005 نسعى دائما في الجامعة إلى أن نطلع خارج أسوار الجامعة ونتصل بالمؤسسات الوطنية حتى نفيد ونستفيد الهدف الاتفاقية أنه عمل برامج تدريبية بالتشارك مع مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق الإدخار اللي تابع لها وبنفس الوقت نفيد بخبرات الأساتذ اللي عنا في المجالات المختلفة اللي بيحتاجها الضمان عندهم خبرة كبيرة مؤسسة الضمان ممكن أنه باحثينا كمان يستفيدوا منها طلاب الدراسات العليا يستفيدوا منها وبنفس الوقت بفيدوا بالنتائج اللي بيطلعوا فيها للمؤسسة وتضمنت المذكرة تعاون كلا الطرفين لتبادل الخبرات في المجالات الإدارية والمالية والاقتصادية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والفعاليات المشتركة وحضور اللقاءات النقاشية بين الطرفين وتقديم الدورات التدريبية الخاصة وورش العمل ضمن المجالات ذات الاهتمام المشترك أو فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي والتشريعات الصادرة بموجبه أسامة بليبلي الحقيقة الدولية